بسم الله فيديو جديد لنهاردة معي هنتكلم فيه عن قصة شحن الاي او اتمنى يكون الفيديو ده وافية عن حال عدة ونايدة اللي احنا نبسط المعلومة الفيديو ده موجه لفن السيانة لم يعرفش اي حاجة خالص عن قصة شحن الاي او يعني احنا نبتدي من البداية خالص الفت انتباهها كأن قصة شحن الاي او ما بتختلفش بين اي او التاني الا في عدد الارجل يعني هي نفس الفكرة ولكن الاختلاف مثلا من شركة اي 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 او هو اختلاف في عدد الارجل واسماءها مش اكتر ولكن هي نفس الفكرة يعني مجرد ما انت ما تفهم الفيديو ده هتقدر انت تتعامل مع اي اي او وباذن الله لو فيه اختلافات برضو في اسماء الارجل ممكن ناكد عليها في الفيديو ده مع بعض او نشرحها برضو بشكل عملي في فيديوهات تانية مش هيكون فيه اي مشكلة خالص في قصة شحن الاي او طيب قصة شحن الاي او فيه صفت وير على الاي او يعني تخيل كده معي ان فيه شريح بايوز جوه الاي او شريح بايوز مدمجة جوه الاي او طبعا شريحة بايوز دي ليها ارجل والارجل دي وصلة على البنات الخاصة بالاي او زي ما احنا شايفين كده ده اي او كيبي تسعين اتناشرة زي ما احنا شايفين كيبي تسعين اتناشرة ده جوه شريحة صفت ولا يكون شريح بايوز كده زي اللي جنبه دي نتخيل اللي هو جوه شريح بايوز احنا عايزين نوصل لها طبيعا اللي شريحة بايوز دي ليها ارجل الارجل دي بتكون من ضمن الارجل الخاصة بالاي او جميل فقدمك حل من الاثنين ترفع الاي او ده برا الدايرة وتوصله على ادابتور خارجي وتبتدي اللي انت تشحن السوفت وير اللي عليه زي ما اتكلمت فيه فيديوهات سابقة او الطريقة الاسهل والاسرع والاكتر استخداما انك تشحنه هو موجود على البورد يعني انت مش محتاج اللي انت ترفعه الا في حالات قليلة جدا طيب ازاي احنا هنوصل لارجل شريحة الصوفت الموجودة داخل الاي او خلينا نقل كده على الديتا شريحة الخاصة بالاي او عشان الصورة biss ف скорأسرع طيب زي ما احنا شايفينها فتحت الديتا شريحة الخاصة بالك بي تسعين و 12 من شركة اي 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 استفعا اي او خبط bluetooth 28 bin 228 رجل الاي او اللي همك فيهم لشحن السوفت وير الداخلي الاي او وهي ببين ركم اتنين واربعين و تسعة و خمسين و ستين و واحد و ستين و اتنين و ستين زي ما اتخيلنا في بداية الفيديو اني جوه الاي او في شريحة بايوس هي دي الارجو اللي عن طريقها تقدر انت تقرأ السوفتوير اللي على الشريحة الداخلية دي او اللي انت تكتب سوفتوير جديد فكتبا لكني Lore aiบورد فإنن اقول له هل احنا بنلحم يدوي على الارجو الموجود على الوردة لا احنا بنتعامل خات nextor keyboard بين الدايرة بنوصل عدة واصلات دلوقت بشكل عملي جدا بين الدايرة وبين بوردة اللابتوب اللي عليها الـ iオ Synd failed to Radiation لان بكل بساطة الارجو المهمه دي لحنا التكلمنا علي خمس ارجو الالم اخرى اقصى هما نفسهم فيه نقاط اتصال بينها συνركات الموجودة لبوردة اللابتوب فبمجرد ما انت ما بتعرف ان مثلا ال KSO 3 وصلة مع البن الرقم مثلا 11 في كوننكتور الكيبورد خلاص انت هتقدر انت توصلها عن طريق كوننكتور خاص بالكيبورد من الشرط اللي انت تلحم على ارجل ال I.O وتتلف البردة او تاخد ريسك في الموضوع ده طيب زي ما احنا شايفين ده المخاطط الخاص بالجهاز المعانا لو نلاحظ هنا KB9012 موجود على البوردة صفحة 39 وصفحة 40 الكنكتور خليها نشوف ال I.O الاول صفحة 39 او صفحة 40 صفحة 40 طيب زي ما احنا شايفين نرجع كده ال data sheet اهو بن رقم 59 و 61 و 62 و 42 طيب زي ما احنا شايفين هي نفس البنات اللي احنا شفناها في data sheet اهو 59 و 61 و 62 و 42 نفس الوضع وبنفس الاسماء من هنا لحد هنا 42 و 61 و 62 و 69 طيب البنات دي وصلة على كوننكتور الكيبورد زي ما احنا شايفين رايحة لي ال internal keyboard matrix فانت منجرب ما انت متوصل لبنات دي خلاص الموضوع بالنسبة لك بيكون سهل فده كوننكتور الكيبورد اللي احنا نشتغل عليه يعني احنا اللي همينا في اي بوردة انت عايز تعمل لابروفايل هو الكنكتور بتاع الكيبورد مش ال I.O حتى هو الكنكتور الكيبورد وهو اللي هيختصر عليك يعني ما تفتح مخطط انت بتوصل بس الكنكتور بتاع الكيبورد وبتاخد البنات المهمة دي وتوصلها. خلينا افتح بقى برنامج اللي احنا نشحن به خاص بالدائرة ونشوف هنعمل بروفايل ازا كده بشكل عملي سريعا. تب ده صوفت وير خاص بالدائرة اللي انا هشحن بيها اللي هالفيرتيا ناف كنت عملت عليها عدة فيديوهات قبل كده. احنا معنا الوقتي I.O.N.E. فخلينا نفتح ال E.N.E. دي البروفايلات اللي موجودة عندي. خلينا نسخ كده دي طبعا نفس البنات لو نمحز هي نفس البنات يعني نفس الاسماء في I.KB90 هي نفس الاسماء. فخلينا كده اخد ده مثلا نسخ ونكرره هنا ونغير اسمه. كده احنا نعمل بروفايل جديد البروفايلات اللي معانا. البروفايلات اللي معانا 9104B خلينا نسميها مثلا باسمه واضح كده. انا معايا دلوقتي البنات المهمة. دي البنات المهمة. كل الفكرة انك تشوف البنة دي واصلة على البنة رقم كام. يعني KS03 دي واصلة على البنة رقم كام في الكيبورد وتغير. وهكذا. فخلينا كده KS03 دي واصلة مع البنة رقم كام. KS03 واصلة مع البنة رقم 16. فهنكتب هنا 16. KS04 واصلة مع البنة رقم 27. فهنكتب هنا 27. KS03 واصلة مع البنة رقم 29. فهنكتب هنا 29. KS05 على البنة رقم 28. فهنكتب 28. KS05 على البنة رقم 25. بنة رقم 25. جميل. كده احنا حفظنا اهو ادي بروفايل جديد للبردة وادي الاعدادات بتاعتها. البنة هي هي موجودة انت مش محتاج ان انت تحفظ. انت محتاج ان انت بس تنسخ اي بروفايل جديد جاي مع الدائرة ويتعدل البنة دي. ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة. خمس بنات مهمة. طبعا هي العملية سريعة يعني بمجرد ما انت متاخد عليها موضوع بالنسبة لك هيكون بسيط. خلينا نسيف الملف. خلينا نفتح برنامج التشغيل. ادي برنامج التشغيل بتاع الدايرة. خلينا اوصل الدايرة. اوصلت الدايرة. هنختار من هنا الene kb90 احنا عايزين ناشحن ene. هنا هنختار البروفايل الخاص بالبردة فننزل كده تحت ونختار البروفايل اللي احنا عملناه. اوصلت البروفايل اللي احنا عملناه. دلوقتي هنختاره. اختارنا البروفايل. هنا هتختار عدد البنات. خلينا. هنا هتختار عدد البنات كوننكتور الكيبورد زي ما احنا شايفين. كوننكتور الكيبورد هنا تلاتين بين. ادي تلاتين بين. فهنا هنختار تلاتين. ادي تلاتين بين. هنا هنختار برضو تلاتين بين. هنا لو انت تلحم يعني. ولا تلاتين بين. هنختار تلاتين بين. وهنعمل ارسال للإعدادات. خليني بس نوصل الدايرة بالبروفايل. وشوف اتباع glance nosso. اذا لا تلاتين بين هذه الفلاتين القادمكن ان افرادكم. اذا جو هنativas. حمانا اخبار كوننكتور كوننكتور. رحبما اشرحية ض Beaureggian. وشوف تلاتين بين الم 그렇죠. صحيح في الدايرة. جميل. والجانب الاخر مع بوردة اللابتوب بالشكل ده. كده احنا وصلنا البردة بالدايرة بتاعته. خلينا نعمل ارسال للاعدادات اللي احنا عملنا في الدايرة. طيب هنعمل بقى ارسال للاعدادات. خلاص احنا اختلنا البروفيل بتاعنا 30 بين 30 بيننا نعمل للاعدادات الخاصة بالدايرة. هنا بيقول لك وصل الارض الخاص بالدايرة بالارض الخاص بالبردة ووصل باور للبردة. خلينا كده نشوف مع بعض. طيب هنوصل الجين دي زي ما احنا شايفين اهو اليوز بي جين دي. ده بس بياخد الارض بتاع البوردة. بيعمل له اتصال بالارض الخاص بالدايرة. كده احنا موصلين دايرة بتاعتنا وموصلين الدايرة بالارض البوردة وموصلين الفلاتة بالكوننكتور الخاص بالكيبورد. ناقص ايه ناقص احنا نوصل باور للبوردة بحيث دايرة الريسيت خاصة بالاي او تشتغل والشريحة تكون جاهزة للتعامل مع الدايرة. فبنوصل كده باور للبوردة زي ما احنا شايفين. جميل. طيب خلينا ننقل على البرنامج. طيب زي ما احنا شايفين كده ده البرنامج عملنا ارسل الاعدادات. قال يوصل الارض بتاع البوردة بالارض بتاع الدايرة ووصل باور للبوردة بتاعتك. بقى هنعمل شايف كوننكشن. طيب زي ما احنا شايفين ارى اللي فيه كي بي تسعين موجود على البوردة. كده قدر يوصل لشريحة الصوفت الجوه الاي او زي ما احنا شايفين. هنا بقى انت عايز تعمل ايه يعني انت عايز تاخد الصوفت وير فبتعمل احنا شايفين. بيطلب منك اسم ليحفظ الملف. خلينا نحفظ بنفس الاسم. فيبتدي يحمل زي ما احنا شايفين وياخد النسخة الموجودة على اهو. هاتحمل. وكده بيحفظ الملف زي ما احنا شايفين حفظه في الملف ده. خلينا نكتب ملف تاني فبنعمل write. ونختار الملف التاني. فيبتدي يكتب ملف تاني فبنعمل يكتب الملف بشكل طبيعي. يبتدي يأكد برضو الكتابه. كده اي او بتاعنا اخدنا من النسخة وفي نفس الوقت كتبنا عليه ملف جديد. اتمنى يكون الفيديو عجبكو. حاولت يعني ابسط المعلومة عد ما اقدر الاساس بتاع كسة شحن الاي او هو اللي موجود في الفيديو ده. مجرد ما تفهم الفيديو ده خلاص انت تقدر تعامل مع اي اي او ايا كان رقم وايا كان الشركة مصنعة. طبعا في اختلافات بسيطة ولكن في اشياء قليلة ممكن نتناولها بازن الله في فيديوهات تانية بشكل عملي عشان الموضوع يوصل اسرع. اه متنسوش تشاركو الفيديو وان شاء الله شكو في فيديو تاني. اشتركوا في القناة